قناة الأنس الفضائية ويحلو الأنس مع قناة الأنس فإذا كنت تريد أن تمشي خلف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبع هديه الشريف فلا بد أن تحسن في نيتك وتحسن في عملك والإحسان في العمل راجع إلى حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فلا بد من صواب العمل وهذا هو الذي يشمله حديث أمنا عائشة أما حديث سيدنا عمر فهو يشمل صواب النية صواب النية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نوى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نوى هاتان جملتان ذكر العلماء فيهما أقوالا فمنهم من ذكر أنهما جملتان مختلفتين أنهما جملتين مختلفتان لماذا؟ فالأولى غير التانية أو معنى الأولى غير معنى الثانية لأن الأصل في كلام العرب هو التأسيس أما التأكيد أو التكرار فلا يكون إلا لضرورة أو لحاجة ومنهم من قال إن معنى الأولى هو معنى الثانية فالثانية تأكيد للأولى والصواب والله أعلم هو القول الأول أن معنى الأولى غير معنى الثانية فمعنى الجملة الأولى يرجع إلى العمل نفسه إنما الأعمال بالنيات فكل عمل لا بد له من نية والجملة الثانية وإنما لكل مرئ ما نوى راجعة إلى المعمول له لمن تعمل هذا العمل؟ صليت لا بد أن تكون الصلاة لله سبحانه وتعالى زكيت لا بد أن تكون هذه الزكاة لله حججت اعتمرت وأتم الحج والعمرة لله فتكون الجملة الثانية راجعة إلى من تعمل له هذا العمل أن تخلص هذا العمل لله عز وجل فالجملة الأولى أن تقوم بالعمل حسب النية والجملة الثانية أن تكون هذه النية خالصة إنما الأعمال بالنيات إنما أداة حصر إذا قلنا الأعمال بالنيات لم نحصر الكلام لكن إذا قلنا إنما الأعمال بالنيات حصرنا صحة الأعمال بنياتها بأن تكون هناك نية لهذا العمل فإذا لم تسبق هذا العمل نية فإن العمل لا يكون صحيحا والتقدير والله أعلم إنما صواب الأعمال إنما صحة الأعمال إنما كمال الأعمال إنما قبول الأعمال بالنيات بأن تكون فيها نيات قبل هذه الأعمال وإنما لكل مرئ ما نوا أي وإنما لكل مرئ الجزاء حسب ما نوا حسب ما نوا في هذا العمل إذا نواه لله كان الجزاء من الله وإذا كانت نيته للناس كان الجزاء من الناس ولم يكسب الجزاء من الله سبحانه وتعالى إنما الأعمال الأعمال هناك أعمال القلوب وهناك أعمال الجوارح أعمال القلوب كالتوكل والخشية والرهبة والإنابة والخشوع وأعمال الجوارح منها عمل اللسان كالذكر وتلاوة القرآن والتسبيح وغير ذلك وأعمال الجوارح الأخرى كاليدين والرجلين والعينين والأذنين ولكل جارحة من هذه الجوارح أعمال تقوم بها إنما الأعمال بالنيات فكل عمل تلزمه نية وتعريف النية عرفها العلماء بأنها عمل قلبي عمل قلبي يميز به العبد بين العبادات والعادات أو بين العبادات مع بعضها فأنت إذا عملت عملا وسبقته نية نية العبادة يكون ذلك العمل عبادة وإذا عملت العمل ولم تنوي نية العبادة بقي هذا العمل عادة كالذي مثلا اغتسل من القيض من الحر الشديد ولم ينوي أنه اغتسال من الجنابة فيعتبر هذا عملا عاديا وليس عبادة لكن الذي اغتسل ونوى رفع الجنابة فإن هذا العمل عبادة فالذي فرق بين العملين هو النية فهب أن شخصين يعني في لحظة واحدة قام بنفس العمل نفس الكيفية اغتسل بماء بارد في وقت الصيف لكن الأول نوى رفع الحدث الأكبر والثاني نوى التبرد من القيض ومن الحر الشديد فيكون الذي فرق بين العملين وإن كان في الظاهر عملا واحدا الذي فرق بينهما هو النية هذا في التفريق بين النية للعبادة والنية للعادة وأما العبادة مع العبادة فقد يصلي شخصان ركعتين في مكان واحد أحدهما نوى تحية المسجد والآخر نوى يعني ركعتين سنة قبل الظهر فالذي فرق بين العملين هو النية أحدهما نوى عبادة عبادة يعني ركعتين دخول المسجد والآخر نوى عبادة يعني ركعتين قبل الظهر فالذي ميز بينهما وفرق بينهما هو النية إذن النية عمل قلبي لماذا عمل قلبي لأن العمل هنا لا ينبغي أن يكون في اللسان كما تسمع من بعض الناس مثلا أنه يقول بسم الله نويت أصلي صلاة الظهر خلف الإمام فلان أربع ركعات سرية وغير ذلك فهذا كله لا يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن هنا لبيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأعمال في الأخلاق في السلوك يعني ما يحتاجه المسلم عموما في حياته لا بد أن يكون موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قناة الأنس الفضائية ويحلو الأنس مع قناة الأنس ترجمة نانسي قنقر